من جديد أهلا بكم في شير مواقع التواصل الاجتماعي تحتل مكانة كبيرة في حياتنا ولأنهم جزء من المجتمع فإن نجوم الفن والرياضة لهم حضور أيضا على هذه المواقع لكن في الآوينة الأخيرة أصبحنا نرى اهتماما أكبر من بعض النجوم بوسائل التواصل بل إن البعض أصبح يظهر عليها أكثر مما يعمل فلماذا كل هذا الاهتمام من قبل النجوم بالسوشيال ميديا وما أهمية تلك المواقع بالنسبة لهم للحديث عن هذا الأمر أكثر ينضم إلينا الدكتور أنس النجداوي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية أهلا بك دكتور أنس على شاشة الغد لو تصلت لنا الضوء في البداية حول أهمية السوشيال ميديا للفنانين والنجوم مساء الخير بداية طبعا الكل يعرف أهمية السوشيال ميديا ليس فقط على المستوى الشخصي ولكن أيضا على مستوى الدول كثير من المشاهير ورؤساء الدول كما كنا نشاهد في السابق كيف تجندوا أو استخدموا السوشيال ميديا من أجل تحصيل الدعم ومن أجل أيضا نشر أفكارهم أو من نشر طبعا محتواهم وبالتالي أثر بشكل كبير على نجاحهم في الفترات المقبلة هي الأمر ليس فقط مقتصر على المشاهير أو الممثلين أو ما يسمى حاليا يعني الانفلونسور ولكن على أي شخص يحاول أن يحول من نفسه ويروج من نفسه كشخصية لامعة وناجحة وطبعا يبني على هذلك نجاحات تتحول إلى مكاسب مادية إلى أي مدى إلى أي مدى دكتور أنس تؤثر السوشيال ميديا على ذلك الهدف المراد من قبل النجوم والفنانين طبعا هي سلاحها قوي جدا الفنان أصبح الآن يستخدم السوشيال ميديا من أجل عكس لربما جانب من شخصيته أو شخصيتها يعني بشكل تلقائي وعفوي غير الأدوار التي يلعبها في المسلسلات أو في المستوى التمثيلي وبالتالي هذا قد يعطي أو يكسب من خلاله شعبية أكبر أو لربما أيضا يؤدي إلى طبعا إحداث باز وإحداث طبعا انتباه وهذا بالنهاية لأنه الممثل بالنهاية هو نفسه المنتج الذي يحاول أن يروج عن نفسه ويسوق نفسه وبالتالي هذا له انعكسات كبيرة على نجاحات مادية وربما أيضا تحرير أدوار وتسليط الضوء في المستقبل يعني قبل أن تصبح للسوشيال ميديا أهمية كان النجوم يعيشون بشكل طبعي وأيضا يعملون بشكل طبعي ويحصلون على أدوار ولكن كيف دخلت السوشيال ميديا لهذه المعادلة كلاعب أساسي طبعا السوشيال ميديا أثرت بشكل كبير على طريقة حياتنا وعلى طريقة حياة النجوم يعني أصبحت الآن أشبه ما يدمن عليها الكثير من الأشخاص لسيما من يحب الظهور ومن يحب لفت الانتباه ومن يحب فعليا البقاء دائما على التواصل في كثير من الفنانين لا يحصلوا على فرص مثل ما يحصلوا عليها في السوشيال ميديا يعني في السابق كانت ربما الأدوار الكبيرة وأهم الأعمال محصورة لدى أشخاص معينين الآن أي شخص سواء كان ممثل بسيط أو خبرة يعني ليس ذات شهرة عالية يستغل وجود هذا السلاح القوي والسلاح الإعلامي من أجل عملية الوصول الأسرع للمتابعين والمحبين وحتى أيضا الأشخاص الذين لا يحبونهم هم يستفيدون طبعا من تعليقاتهم ومن أيضا من التفاعل على المحتوى والمنشورات التي يتم نشرها وهذا ما يبرر ويعلل أن هناك بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أصبحوا الآن ممثلين مشهورين في الأوساط الفنية وهذا طبعا يؤكد فعليا أنه تستطيع الآن أن تستخدم مثل هذه المنصات لتبدأ كارير وتبدأ يعني مسار مهني معين لكن صناعة المحتوى وصناعة ما يسمى السوشل ميديا جلبت الكثير من الأشخاص الذين ليست لديهم أي ثقافة وأي خلفية علمية وحتى أيضا ما يسمى شيء قابل للنشر ومع ذلك فهم يحققوا نجاحات وهذا فعليا ما يسبب حالات غريبة يعني أنا أسميها من التسول ومن أيضا طلب يعني المتابعة وطلب التعليق وهذا طبعا شيء يعني من الأثار السلبية التي نشهده على مثل هذه المنصات طيب دكتور أنس بما تفسر يعني هناك بعض الحالات التي رصدت مؤخرا لبعض الفنانين أنهم ابتعدوا عن مجال التمثيل واختصوا في مجال السوشل ميديا لماذا برأيكم؟ طبعا الفنانين يعني أحيانا لربما تكون عندهم آراء أو معتقدات خاصة يمكن أن ينقلوها ويطرحوها بحرية أكبر على منصاتهم أو على عساباتهم على السوشل ميديا لربما يحققوا أهداف وأجندة شخصية يعني تفيدهم شخصيا وبالتالي هذا ما فعلا تحققه مثل هذه المنصات من نشر الأفكار وأيضا نشر المحتوى الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف شخصية لهؤلاء الممثلين طبعا بالنهاية الممثل الناجح هو الشخص الذي يستطيع أن يجلب بشكل طبيعي إعجاب ومحبة الأشخاص من جميع الأنحاء العالم من دون أن يتصنع ومن دون أن يحمل المحتوى بشكل زائف أو يوجهه بشكل غير طبيعي وكلما كان الإنسان عفوي أو الممثل عفوي وطبيعي أكثر وصادق ويحمل رسالة وبالتالي يمكن أن يكون على المستوى البعيد يحقق أهداف جيدة وأهداف أفضل لهذا الممثل على الناحية الشخصية وأيضا على الناحية المهنية كممثل طيب ننتقل إلى نقطة إدارة هذه الصفحات على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي كيف تتم عملية الإدارة؟ طبعا يجب أن ينوه أنه طبعا السوشال ميديا مليئة بكثير من المنصات وكثير من التقنيات أحيانا صاحب الصفحة أو صاحب الحساب لا يستطيع إدارة كل هذا المحتوى يحتاج في بعض الأحيان إلى شركات لربما متخصصة في عملية الإدارة والتحليل وأيضا يحتاج إلى طريقة معينة من أجل لربما صناعة محتوى وإضافة إيفكتس لكن ما نشهده الآن وجود لربما حالات البث المباشر وحالات التغطية وحالات قد تحتاج إلى فقط دعم وجود الرابط من أجل إدارة المحتوى بشكل جيد يفضل أن يكون هناك هدف طويل الأمد وليس هدف بسيط يجب استخدام أدوات تقنية من أجل تحليل ودراسة نجاح مثل هذا المحتوى على المنصات طبعا الممثلين نفسهم كيف يحاولوا أن يقيموا نجاح مثل هذا المحتوى بزيادة عدد المتابعين وزيادة أيضا التعليقات الإيجابية لكن من جانب آخر قد يتم محاصرتهم بالوقت يعني ليس لديهم الوقت الكافي لإدارة كل هذه العمليات وكل هذا المحتوى على أغلب المنصات وبالتالي يمكن أن يحتاجوا إلى شركات متخصصة لإدارة المحتوى هل هذه المنصات زادت من الروابط ما بين الفنان وجمهوره أم أبعدته عن جمهوره؟ أنا برأيي الشخصي هي أداة قربت وعرفت بشكل أكبر يعني ما يجول بخاطر هذا الممثل وطريقة أيضا تفكيري وطريقة حياتي لكن لابد أن نذكر أنه أحيانا في بعض الأشخاص يقوموا بالتمثيل ويقوموا بالتصنع ويقوموا أيضا لربما بإخفاء الحقائق وهذا طبعا شيء على المجتوى البعيد يمكن أن يدركه المتابعون وقد يؤثر بشكل سلبي لاحظ سيد الكريم أنه أحيانا هناك بعض الممثلين معتزلون تماما عندهم شهرة كبيرة ولا توجد لديهم منصات يعني يديرونها بشكل شخصي وبالتالي هم أحيانا قد يخافوا الظهور بشكل مباشر مع الجمهور لربما حتى لا تقل الشعبية أو لربما تؤثر سلبيا على الصورة المزروعة في رؤيس الناس الدكتور أنس النجداوي الأكاديمي والمستشار في إدارة الأعمال الرقمية شكرا جزيلا لك قصصنا لا تنتهي ولكن انتهت حلقتنا لهذا اليوم تابعونا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة الواحدة والنصف بتوقيت جرينيتش وإن فاتتكم قصص اليوم يمكنكم مشاهدته عبر صفحات البرنامج على فيسبوك وتويتر ويوتيوب إلى حلقة جديدة من شير إلى اللقاء